السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي هنبدأ الشغل على QGIS ومحتاج ان احمل اللي يا رب بتحتي فيتور كترة جدا والبرنامج بيديني امكانية ان احمل ملفات زي ما انا عايز لكن خليني احمل ملفات من الموقع نفسه هدخل هنا على الدونلود كأن انا بحمل البرنامج عادي فبيقول انت عايز تحمل الملفة على الويندوز عايز تحمل لينيكس مكينتوش بي سي دي موبايل السورس كود لو انت عايز تبرمجه طيب مثال ست واقول له اديني مثال فهبدأ احمل الملف من المسار دوت يعني هو نفس الموقع بتاع البرنامج هنحمل منه مثال ونبدأ ان احنا نبص عليه سريعا كده طيب انا اخترت هو الملف وقالت له حمله لي فهو هيبدأ يحمله لي اه انا وردي محمله قبل كده فهاجي هنا في الدولود وقول له افتحه لي هو ملفه مضغوط فهبدأ فيك الضغط بتاعه هلاقي فيه بقى كل حاجة خاصة بالتدريب زي المشاريع الجاهزة فيه حاجات خاصة بالرستر فيه حاجات خاصة بالشف فايل كل ده موجود طيب لو فتحت البرنامج وعايز اضيف ليارات تقدر تضيف ليار من هنا طيب هاجي من اول هنا اقول له open that source manager بتلاقي فيه حاجات خاصة بالفكتور وحاجات خاصة بالرستر ممكن هاجي هنا وقول له ان انا عايز احمل رستر من الملف اللي اسمه QGIS اختار رستر وابدأ اعلم على ما فاتر رستر اللي انا عايزه هاجي هنا وقول له ان انا عايز بس support file مش قول file قول support ودي كل الحاجات اللي احنا ممكن ان احنا نحملها واقول له open واقول له add عشان نبدأ يدفعلي لي المشروع وقول له اوكي خلاص الضغط عنده هيت طيب ممكن هاجي مثلا عليها واقول له وقل له انا عايز تعمل لي zoom على اللير دي فيبدأ ان هو يعمل علي ممكن اخفي اللير واخلي اللير ولو جيتين على اللير دي هبدأ اشوف الليرات كلها بالشكل دوت حيث كل اللير موجودة تدر ان انت تشوف كل الخصاص اللي موجودة ده ال label بتاعتها وده ال value ونقدر طبعا نتحكم في ال brightness في ال gamma كونستراكت زي ما انت عايز كل واحدة فيهم تدر ان تحكم فيها تقول له apply طيب لو الخرطة كبيرة وانت عايز زوم على الجزء معين بالنسبة لك مهم وعايز ان انت تحتفظ به ممكن بعدك هتقول له view وتقول له new سيبريتل البوك مارك وتبدأ تدي له اي اسم وليكم مثلا zone 1 وتحطه في اي group انت عايزه ممكن group 1 مثلا وهنا دي ال extend بتاعتنا ماشي ممكن اقول له انا عايز اعملها calculate from layer او land cover او land cover ممكن اقول له draw in canva وتبدأ ترسم الجزء اللي انت عايزه هدوس وابدأ اسحب ايبه هو دي هتلاقي اللي بعد هنا اختلفت map canva extend تمام ممكن تقول له عايز حسب layer حسب layout map وهنا rotation لو انت عايز تضيف rotation وهنا اني اسقطت انت تشغل به CRS وعايز سيففين عندك اختارين لما ال user bookmark او project انا افضل project لان ال user bookmark ده خاص بك انت هو هتتميلي كل شوية فخليها project وقول له save هتلاقي بحطه لي هنا هوت تمام ففي اي لحظة انت عامل زوم على الحتة بعيدة تقدر تقول له zone 1 يبدأ يعمل لك زوم على الجزء فده سيسهل عليك ان انت تروح لل data اللي انت عايزها فده سيسهل عليك ان انت تروح لل data اللي انت عايزها